مرحب بضيفي العزيز في فقرتنا الرياضية وحديث عن السحرة المستديرة لا ينقصه الصراحة كابتن أكرم عبد المجيد نجم مصر ونجم الزمالك والبلدية السابق نورنا في الصديق وانيا الصبح صباح الفوليك صباح الخير يا سيد ذاهبا وتحياتي لكي وتحياتي لكل مشاهدة كنات ديمسي تفقلت مستوى المنتخب يا كابتن؟ مش قوي يعني لكن أول 20 دقيقة من مبارات بوركينة فاسو كانت حلوة سريعة في ضغط عالي في سرعات في جهد مبزول كبير بعد العشرين دقيقة كنا حافظين بس شوية دول كنا حافظين الضغط والتحرك لكن ما عملناش حساب المنتدى بتاعة بوركينة فاسو إيه اللي يخلينا نتراجع كده؟ يعني البعض اللي حصرها في النهية هبوط في الياقة البدنية هو أكيد مش ده بس ممكن يكون عامل لا هو عصلي معلش يعني الياقة البدنية إيه وإحنا بننهي الموسم يعني نقدر نقول حمل زايد نتيجة الضغط المستمر للمدة 20 دقيقة ضغط عالي ومجهود مبزول لكن معلش يعني في نهاية الموسم ما ينفعش حاجة اسمها لياقتنا قليلة بل بالعكس ممكن يكون حمل زايد إجهاد على اللعيبة لكن ما فيش حاجة اسمها بعدها يعني ده الدوري الدوريات خلصت في أوروبا يعني محمد صلاح خلص دورية يعني المفروض أصلا خلاص يعني في كمة ده اللي قروح اتجي بوقت يعني لما نجي نتكلم ونقول نقص الياقة بدنية لا هو مش نقص الياقة بدنية يعني نقدر نقول أن حمل زايد نتيجة المجود وممكن يكون التدريب قبل يعني خلال الثلاثة أيام أو الأربعة أيام قبل المباراة ممكن يكون في التدريب كان فيه حمل أكتر من لازم وأصلا في نهاية الدوريات المفروض التدريب يبقى ما يبقاش فيه حمل عالي المفروض التدريب بيحافظ بس وبالعكس بيبقى كله استشفى معظمه بيبقى استشفى معظمه بيبقى كرة والزمن ما بيبقاش طويل لكن أنا كنت قريد حاجة أن المعدل الجري كان فيه حاجة طلعت كده على الجي بي اس بتاع اللاعبين المعدلات الجري 9 كيلو 10 كيلو في التدريب كتير كتير جدا كمان فده الأثر اللي خلى اللعيبة عملت لود على اللعيبة بعد التلت ساعة المستوى البدني قيل يعني أنت مش مع رأيك أبتال حسام حسن لما قال بعض الموتش لأنه اللعيبة كانت حسن أنها ممكن تهدف في أي وقت لا 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 بس أنا أقول حدك على حاجة الموتش لازم يتقسم لمراحل أنا بشتغل المباراة بقسم أول ربع ساعة كذا الربع ساعة التانية كذا أو الربع ساعة الأخيرة من الشوت كذا أو عشرين دقيقة على حسب ما أنت بتقسمها مرحلة أو مرحلتين أو تلاتة أو أربعة أنا بقسم المباراة عشان المجهود البدني بتاعمه أنا مش هفضل ضغط عالي طول الوقت مش هقدر ومش هفضل مثلا عايز أكسب وهعمل زوندفينس إلا إذا كنت بعمل زوندفينس الهدف معين أن أنا بفرق صلاح وبفضله مساحة في ظهر المدافعين وبشتغل زوندفينس بقطع الكورة بستحوز عليها بلعبها في ظهر الباكليفت بتاع الفريق المنافس أو في ظهر الباكريات للتريزي جيه يبقى أنا بعمل شغلي أنا بعمل السيستم بتاعي بحيث أن أنا أطبق الخطط اللي أنا أشغال عليها الخطة أخذ من كلامك بقى الخطة اللي تلعب بيها ماتش بوركينا والخطة اللي تلعب بيها ماتش غينيا بيساوة بعض المحللين قالوا ما فيش جديد يذكر في المنتخب هل أنت مع الرأي ده؟ لا أبصه هو فيه جديد يعني أنه يبدأ بالتشكيل اللي بدأ بيه وبالشكل اللي بدأ بيه أول تلت ساعة ماتش بوركينا فاسو يعني يا ديت أحسن أحسن إحنا عندنا كده إحنا عندنا فيه حاجة تتعمل يعني يحسب لحسام الحتة دي أنه غير طريق اللعب خلف التوقعات أصلا فيها هو كان مجبر خاكلة بطل يعني هو الراجل عنده الباكليفت مش موجود برضو يعني دي حاجة تؤخذ على الكابتل حسام أصلا أن أنا إزاي منتخب مصر أخد باكليفت موقوف وباكليفت تصاب فما عادش عندي باكليفت فالطار يلعب بتلاتة خمسة اتنين غير طريقة اللعب ويعني إيه يعني زي ما بنقول يعني ربا ضرت النفعة فبدأت بالتلت ساعة كويس لكن بعد كده معرفناش نطور يعني نطور في الطريقة عشان نغير شكل الفرقة ونغيرها من الناحة الدفاعية من الناحة الهجومية للناحة الدفاعية ما أنا لازم أشتغل يعني أنا اشتغلت حجوم في العشرين دقيقة جبت جولين والدنيا كويس لازم أعمل بقى يا دفاع متوسط يا إما دفاع متأخر السنة برضو خدت اللي أنا عايزه من الماتش لا ما فيش حاجة اسمها أنا خدت اللي أنا عاوزه ما أنا أخد اللي أنا عاوزه أنا الماتش لسه طويل يعني ما عليش يعني بوركينا فاسه جابت جول وكانت قدر تجيب جول طيب ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها في الكرة أنا خدت اللي أنا عاوزه أنا خدت اللي أنا عاوزه بعد الحاكم ما يصفر طول ما المباراة شغالة فيه دقيقة فيه دقيقتين فيه تلاتة ما فيش حاجة اسمها أنكمش بدون وعي لازم أكون عامل السيناريوهات دي كلها أنا كمدرب لازم أحط السيناريو اللي هشتغل عليه مش سيناريو واحد بقى يعني سيناريو لو أنا كسبان هعمل إيه لو أنا متعدل هعمل إيه لو أنا خسرا هعمل إيه لو أنا الفريق المنافس نقص منه لاعب أو نقص منه حارس أو نقص منه كذا هعمل إيه لو أنا اللي عنده نقص العدد لعب أول لعب هعمل إيه هل ما تخصم إزاي؟ لازم أحط السيناريوهات كلها وأعمل البداية الهجومية والبداية الدفاعية والاحتياط بتاعي اللي أنا بحطه لما بجأ حط الاحتياط بتاعي الدفاعي بحط الاحتياط الدفاعي بناء على السيناريوهات اللي أنا حطتها أنا حطت المدافع ده وحطت الوسط الملعب ده وحطت المهاجم ده عشان التغيرات أو المتغيرات اللي بتحصل في المباراة فأنا لازم أكون أعمل حاجات دي الكابتن حسام أنا بنتمنى له التوفيق ومنسنده ونتمنى أنه يتدرك الأخطاء اللي هو يعني بدل ما يطلع يرد على المنتقدين بص أي حد أي مدرب في العالم نقطة لأثارت جدل كبير أو أي مدرب بسرحات حسام حسام أي مدرب في العالم لازم ينتقد أي مدرب في العالم لازم بيحصل عليه انتقادات فأنا مش هطلع كل ما حد يقول كلمة هطلع رد عليه والحاجة التانية الكابتن حسام لازم يعرف أنه هو مدرب منتخب مصر وأنه ما عادش العيب كورة كابتن حسام حسام مدرب منتخب أكبر منتخب في أفريق يبقى لازم أما يطلع يقول كلمة يقول كلمة موزونة وعارف مداها ما يبقاش بالعاطفة أو بالحمية أنه هو مثلا حد يستفزه يوم يطلع تصرحات يعني غير يعني بتعمل كدل أنت كمدير فني لازم تكون أنت أكبر حاجة في المنظومة كلها بالتفكير بالعقل بالاحتواء لازم أكون أنا الكبير بتاع المنظومة هو كان عايز يوصر رسالة أنه الناس تلتف حول المنتخب لكن ربما المفردات ما ساعدتهش يعني خانوا التعبير معلش ومش مبرر لكن هيا الفكرة كلها إيه أنه إحنا دايما بنستعين بجملة إيه Let success make the noise خلي النجاح هو اللي يعمل الصدى بدل ما إحنا نتكلم ما هو ده أحسن تعبير إن أنا إن أنا الأعمال هي اللي بتقول الناس هي اللي بتتكلم والناس هي اللي بتقيم برضو الناس هي اللي بتقيم لما هو طلع ويتكلم على المنتخب وأنه لما المنتخب طلع بره أرضه أول مرة يستحوز ناس برضو أخذت عليه فكرة أنت بتتكلم على الاستحواز وابتتكلم على الفوز لا يعني برضو حتة جدلية شوية ما أنا بقول لحضرتك مش عايز أطلع أعود أتكلم كل شوية أرد على الناس زي ما احنا بنقول أنا عاوز أنا أعمالي اللي ترد علي يعني ما طلعش أقول للناس تشتيت بالنسبة ما طلعش أقول للناس لا الناس هي اللي تقول ده عطريس يعني ما طلعش أقول للناس أ Gedane عطريس عارفة فيلم الهشام الخوف آو، لكن هي 말씀 أنا حققت نجاح آب بس خلي الناس هم اللي يتكلموا عن النجاح هم الناس اللي تقول ولما حد ينتقدني ما طلعش أرد عليه لأننا لو طلعت أرد هرد على 100 مليون ناقد هطلع رد على 100 مليون واحد مش هينفع اصلا هي انا بشتغل وبسيب شغلي هو اللي يتكلم عني بشتغل وبطور في الشغل وبطور في الفرقة الاخطاء اللي بقع فيها بعدلها محتاجين ايه المنتخب مصر فترة القادمة هل ممكن نشهد عناصة جديدة تضاف للمنتخب مراكز ايه اللي احنا محتاجينها ده اجباري اجباري ان احنا محتاجين نعمل احلال وتجديد لان انت خلاص احنا عندنا بقية تصفيات بنتكلم في مارس القادم احنا لسه لكن عندنا امم افريقيا احنا عندنا لسه وقت طويل عندي فيه في المنتخب القلومبي فيه مجموعة لعيبة كويسة فيه عندي لعيبة في الدورة كويسية انت عندي حتة الباكليفت لازم احل المشكلة بتاع الباكليفت لازم احل مشكلة الباكريت مع اننا عندي عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد لاثنين بصراحة اثنين باكريت انا يعني مستغرب ان الكابتن حساب ما ضمهمش فيه عندي طب أنا ليه عندي مشكلة عمر كمال عبد الواحد معاه ما هو ضمه بس بلعبش يعني فايق ومكسر الدنيا وما بلعبش ليه يعني انا شايف ان هو كان لازم يشترك في وقت اكبر من كده هو شايف الافضلية اللاعب تاني احنا مصر كلها شايفة يعني معلش يعني مصر كلها شايفة يعني مع احترامي ان عمر كمال عبد الواحد هو الافضل في المكان ده في الوقت الحالي وعمر جابر يعني هو وعمر جابر هما الاثنين الافضل في الباكريت في الوقت الحالي يعني فاحنا مش عايزين نتكلم بقى يعني انا بنقول رأينا لكن هو برضو صاحب الرأي طبعا وصاحب الاختيار دون عقد مقارنات لا انت شايف ان الافضلية العمر كانت عندنا كان في مشكلة في محمد الباكليفت بتاعنا محمد حمدي وعندنا فتوحة صاب انا ليه ما ضمتش اياد العسقلاني ليه ما ضمتش اي باكليفت موجود من المنطلق حلو الطرحة اسامي على فكرة الناس قليلين قوي اللي بيطرحوا اسامي لا يعني اياد العسقلاني موجود ومتقلق وموجود مع المنتخب اللي لهم به طب ليه ما ضموش زي ما ضمت مش كان احنا نفضل نلف في فلك اسامي محددة وحتى اللي يخرج برا المنتخب نقول لا ما هو ليه ما ضموش تاني لا لا احنا بنتكلم انا بالنسبة لي لازم تكون الامور واضحة ما ينفعش اسيب جاب كبير بين الاعمار السنية واسيب جاب كبير يعني الاجيال اللي بتطلع بعد كده يعني احنا انت برضو عشان برضو انت بتقول جاب الاعمار السنية والاجيال اللي بتطلع الناس اللي بتطرح دلوقتي اسم حجازي مرة تانية وبتطرح اسم النني مرة تانية ايه رأيك ما فيش حاجة اسمها بنترح اسم حد اللي جاهز وبيلعب ومتقلق يبقى المنتخب احق بيه اللي ما بيلعبش دلوقتي يبقى يستنى انا انا عندي بس فيه عامل اصابات وعامل سن وعامل توفيق مع المنتخب اللي هو اللي احنا بنقول عليه الكيميستري دايما مع الفرد احنا بنتكلم في نقطة ان انا لازم يكون عندي تواصل اجيال انا عندي اه اه لما بطريكا وبركات وشوئين الجيل ده لما بطل كان عندنا مشكلة كانت في النادي الاهلي وكانت موجودة في منتخب مصر ان مستر مانو الجوزيف فضل يلعب بمجموعة لحد ما كلهم بقعدوا التلاتين وبعدين فجأة اعتزلوا فبقى فيه مشكلة في النادي الاهلي وبقى فيه مشكلة في منتخب مصر ما عنديش اجيال تواصل اجيال اي مدير فني لازم يمسك لازم يكون عنده اجيال من التلاتين للخمسة وعشرين للاربعة وعشرين للعشرين للتمنتاشر يعني احنا لما نشوف كليان من بابيه لما بياخد كاس العالم وهو عنده تسعة عشر سنة ولا تمنتاشر سنة وبعدين يلعب نهائي كاس عالم وهو عنده تنين وعشرين سنة واحنا بنقول على اللعاب اللي عنده اربعة وعشرين سنة ده لسه ناشئ الفكر لازم يتغير لا ده احنا على فكرة يورو اربعة وعشرين اللي هتبدأ بكرة الناس بيتكلموا على نجوم شباب أبرزهم لمين جمال ستتاشر سنة يعني حاجة الناس معتبرة أسطورة لسه صغير السن والانطلاقة ده بالأضافة لمنتخبات التانية مش لمين بس كل العالم كده اللعاب اللي يوصل 18 سنة ومايلعبش فريق أول يبقى يلعب في حتة تانية أو في درجة 18 سنة يلعب منتخب مصر و18 سنة يلعب فريق أول في نديه احنا عندنا زي ما قلنا بنقعد سايبين جاب طويل بنقعد خايفين ند للناشئ يعني أنا عن نفسنا أنا لما بمسك أي فرقة بجيب المميزين من كتاعة الناشئين سواء خمسة ستة سبعة تمانية واللي بيزبط نفسه بيلعب تعرف يا كابت اللي حضرتك ذكرته ده في علم الإدارة بيتقال عليه إيه؟ ساكساس مانجمنت ترجمتها خلطة النجاح أو إدارة النجاح أن أنت بتعمل أجيال المستقبل اللي هي إيه؟ بتعمل بتعد كوادر اللي جاي تواصل اللي هو اللي إحنا بعد جزء لما أنت ديت مثل به اعتبرنا أي مدير فني يعمل تدوير ده إنجاز رغم أنه ده طبيعي جيل بيسلم جيل أنا بسجل القائمة بتاعت 30 لعيب مباستغلهمش كل مدرب بيشتغل في 13, 14, 15, 16 لعب ودي حاجة مش مظبوطة أنا بسبب تيم آه لكن لازم يبقى فيه تواصل وتدوير ما ينفعش أفضل بنفس المجموعة بيلعبه طول الموسم هيحصل فيه مصابات وقت محتاج اللعيب اللي هو بقى قاعد مصدي على الدكة أو قاعد متجمد في التلاجة أنا اللي سبته يتجمد ليبقى أنا لازم أخلي فيه منافسة كمان منافسة للي بيلعب ده لازم اللي قاعد ده يبقى عنده منافسة وعنده كمان هدف إن أنا بتمرم فعلا عشان هلعب صح تاني مش شوية لمؤجلات الدوري النهاردة عودت القطار من جديد الانطلاقة بعد التوقف الدولي سموحة وبرميدز في إطار بقى حلم سموحة أنه هو يسيطر على لقب الدوري بيرميدز حلم بيرميدز عسوة بيرميدز وسموحة بيرميدز حلم أنه هو يسيطر على الدوري وعنده قطارين جايين وراسا سرعة جدا ومحاولات حتى آخر التصريحات اللي جامز مبارح كان بيتكلم إن إحنا مش هنفرر في أي بنت وإحنا حلمنا إن إحنا ننافس على الدوري رغم إنه الحسابات بتقول صعب بص هي أقرب فرقة وأسهل فرقة تحصل على الدوري السنادي بيرميدز دلوقتي ماتشاتها بقيلها ماتشات عدد ماتشات قليل هيلعب مرتاح يقدر يكسب بقيله خمس ماتشات تقريبا يقدر يكسب الخمس ماتشات بسهولة نادي الأهلي ونادي الزمالك عندهم مشكلة إنه هو الشهر ده هيلعب حوالي ست مبارات في الشهر ده وبعد كده برضو هيبقى الماتشات ورا بعد فأعتقد إنه ممكن يقعوا في ماتشات لكن لو اللي هيقدر يعمل التدوير واللي هيقدر يعمل الروتيشان الجيد هو اللي هيقدر يكمل المشوار للآخر لكن إحنا بنتكلم في بيرميدز هو الأقرب والأسهل بالنسبة للفرص اللي موجودة كمان النهارده الجونة ومودرن فيوتر الفريتين بلعبهم المركز العاشر والفريتين في وسط اللعب في وسط الجدول للاتنين لهم يعني بينفسوا على الدوري ولهم بينفسوا على القاعد بس على فكرة سموحة منافس النهارده شارس جدا لبيرميدز لأنه عايز يدخل على المركز الثالث بس فيه فرق مبارات كبير بس النطة من المركز السادس للمركز الثالث دي بالنسبة له هتبقى يعني حاجة تحسين مركز لا بس دافع قوي انت داخل في المربع الزهري وده هتبقى بالنسبة له من فترة طويلة ما تحققيتش وبيرميدز منافس قوي لأنه عايز يسيطر عنه فهنا الدوافع بتلتقي مع بعض هو أي مباراة أو أي مدرب بأي مباراة بيلعب عاوز يكسب عند الدفع أنه نكسب بيرميدز عنده دلوقتي الدفع بقى يعني حتى يعني اللعيبة حسة أن هم بقوا حتة بالهم ثلاثة أربح سنين مش عارفين ياخدوا بطولة أعتقد أن دي مدية دافع للعيبة مدية دافع للإدارة مدية دافع للأجهزة أن بيرميدز بيحاول يكسب الدوري سموحها طول عمره يعني في المربع بينزل في الخامس في السادس فالأمور بالنسبة له يعني يعني بتحسين مراكز لكن هو مش هيدخل الزمالك بعيد عن المنافسة ولا قادر عن المنافسة أنا بص أنا الفترة اللي فاتت دي لسه يعني أنا في الفترة اللي فاتت ودلوقتي أنا في فترة معيشة مع مستر كوميز الحقيقة يعني أنا شفت شغله عن قرب الحقيقة مدرب فاهم جدا هادي جدا بيفكر بعقلانية قوي بكل كبيرة وصغيرة بيشتغل عليها محلل الأداء بيجيب المعلومات على النادي اللي هيلعبه بيحلل الأداء وبيشتغل التدريبات على الشغل اللي هو هيعمله في المباراة مع الفرقة دي قرأته للملعب عملا زي للفرقة المختلفة لا هو بيجيب بيجيب آخر ست مباراة لكل فريق بيشوف كل كبيرة وصغيرة ست مباراة وربعة يعني مش بيشوف مباراة انت حضرت معه في الكونفدرالية لا أنا بعد الكونفدرالية أصلا أنا كنت عايزة أعرف كواليسه في أفريقيا وكواليسه في الدول لا ما حضرتش الكونفدرالية أنا روحت بعد الكونفدرالية على طول بيشتغل يعني الشغل اللي هو بيشتغله وراني الشغل اللي عامله قبل ماتش الاتحاد وقبل ماتش الأهلي وقبل ماتشات اللي هو اللعبها في الدوري أحيانا يقوله الخواجة إيه دايما ديكتاتوري أو مستقل بالقرارات بتاعته ومحبش حديده لا الحقيقة كمان فيه عجبني أنه هو بتعامل نفسي كويس قوي قوي مع اللعبة بتاعته لما بيجي التمرين قبل التمرين بيقابلهم كلهم بابتسامة وسلام وكلمة حلوة بيستقبل اللعبة بيدخلوا التدريب وهم تحس أنهم فرحانين أنهم جاني التدريب عنده الاصطف بتاعه ما شاء الله كل واحد عارفه بيعمل إيه أحمد مجدي بيعمل شغله بيكي بيعمل شغله المعد البدني عم بيعمل شغله كل واحد بيشتغل عامل شغله وبيربط الشغل هل قزمة إيقاف قيد واصلاله مأثر عليه لا هي الحد دلوقتي هو اللي مأثر عليه النواقص يعني فتوح دلوقتي عنده مشكلة برضو اللي هي عند المنتخب فعنده نفس المشكلة عند فتوح فهو بيتغلب عليها بالنضاي أو عمر جابر وفيه مفاجأة ممكن فيه لعب ومفاجأة ممكن يلعب باكليفت مين طايل غشش؟ لا مش هينفع طايل يعني والباكريت يعني بيتغلب عليها ما فيش فهم مشكلة يعني يعني ممكن أي حد بيلعب باكريت سهلة بس هو فعلا طلب إن النضاي يمشي؟ لا لا ما فيش الكلام ده يا الكلام يعني أصمم ما فيش مدرب يعني ما فيش مدرب هيقول دلوقتي حد يمشي لو مدرب قال كده دلوقتي وانا عندي لسه مبارات كتيرة معلش يعني يعني يبقى ده كلام بيتقال حتى بيتقال في الأهلي وبيتقال في كل الأندية أنا كنت لسه عروح مع الأهلي دلوقتي ما ينفعش أصلا ما ينفعش مدرب ييجي قبل الدورة في الدوقيت ده يعني وانا بحسم الدوري في آخر مثلا 10 أو 12 مباراة أو في آخر 9 مبارات أو في آخر 5 مبارات ما ينفعش أصلا وانا عندي دوري وعند منافسات أو اللي العبدة هيمشي واللي عبدة هيقعد واللي عبدة تم متيابة ما شاء الله متقلق أهوات في نفسه خبر بتاعهم بارح مش عايزهم الفريق ما فيه يعني ازاي هيقول غير صحيح كلام غير منطقي وكلام غير صحيح وبعدين ده الرجل يعني عنده مشاكل في بعض الأماكن مش هطلع أقول ده أنا مش محتاج أكرم ومش محتاج أحمد ومش محتاج مجا ما ينفعش أصلا حتى نفسيا اللعب أصلا مش هيبقى يعني هيديني إزاي وهو أصلا عارف أنه هيمشي نفسيا مش هيبقى موجود لكن هو الرجل بيتعامل بشكل احترافي جدا كل واحد يعني بيحضر للماتش أنا يعني تابعت الماتش اللي بتاعه سراميكا هيلعبه سراميكا يوم الجمعة يعني اتفرجت على الشغل وتابعت الشغل تابعت بيحضر الشغل إزاي جوة الكواليس وبيحضروا اللي هيتعامل هنعمل ضغط إيه هنعمل استحواز إيه هنعمل دفاع إزاي كل حاجة بتعمل في التمرين يعني بتتحلل هنا بتنزل في الملعب تمرين وبعدين بيجيب لك بقى اللي حصل في الماتش ويشوف اللي حصل في التمرين بدي شطارة طبعا طبعا لنا حلقات قادمة إن شاء الله هنتكلم فنيا أكتر لكن أخيرا من يفوذ باليورو كابتن أكرم سريعا أنا يعني إنجلترا عندها جيل جيل كويس جدا أقول لك الفورسة أخيرة الجار الساوز جيت فرنسا يعني يعتبر فرنسا رقم واحد إنجلترا رقم اثنين ممكن بقى تسبت أسبانيا وإيطاليا حاملة اللقاء نبديهم نبديهم بقى نبديهم في الثالث والرابع معقول أسبانيا وإسبانيا وإيطاليا نتسجل الكلام ده ونشوف أنا يعني الرقم واحد بالنسبة لي إنجلترا لا رقم واحد فرنسا فرنسا وإنجلترا بشكرك شكرا جزيلا كابتن أكرم عبد المجيد ربنا أكرم نجم مصر والزمانك والبلدية السابق بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا